السلام عليكم جيت اليوم جيبت لكم طريقة شبكية سهلا ان شاء الله مع طريقة شبكها تكون أسهل بإذن الله يعني كتجي لديدة عندنا جوج كيسان مطحونين مزيان انتع العنبة انتع الزنجلان عندنا مغرفة كبيرة عندنا مغرفة معامرش عندنا زبدة مدابة في هذا الشكل كاسع نبازيت ومسكة حرة وصاشية خمرة حمرة عندي هنا المقدار كيلو كان بدي نجمع قاع النواشي في هما الأول يعني يجزن جلان كان بدي نبسس كل شي وكان بدي نبسس كل شي الخالط الخالط ديالي مع الدقيق بهذا طريقة هذي كان بسوه مزيان شحل ما بسسناه مزيان يعني دعكناه بدينا هكام مزيان غادي يجينا ساهل في العجين إن شاء الله ما ياخدش منكم وقت في الدليك يعني هالان دائرة هنا كيلو نتاع الفارينا اللي بغا تدير غير كيمية أقل نصف كيلو فارينا هذه الموكوينات اللي اعطيتكم من الماء اللي كيبغين كهيت مازهر مجهده كيكمل كيدير تلتكيسان ديال مازهر انا كندفيه كندير الطريقان تحلي ما الفيلة لي معتمدة عندي طريقة يعني رائعة صراحة غير جربوهارة هالطريقة عندي معتمدة مليشتها عند الاخت وانا كان وانا كان نعمل بها يعني كتساعدني بزاف ما كتخليكش دلكي ما كتخليكش دلكي العجين واحد الفطرة كبيرة يعني كيجي العجين الرطب ساهل في السايد جمع معاك يعني كما كان عرفو شبكيكه تبغي دليك بهالطريقة هذي ما غديش تعبي معها ما غديش دلكيها غير اسمه هو ما تجريوهاش خصد جي يعني شوية قاسحة يعني صرتولك كنتم مبتدئين يعني العجينة تكون قاسحة باش ما تعدوكمش في الشبك بعد كان قطع العجين ديالي بهالشكل مرسويات بعد كان نصرح كان بدي على سطح العمل كان نصرح ونطوي ونجمحها في بلاستيكة غدائية ونخليها يعني ترتاحها واحد تلت دقايق اربع دقايق من بعد كان اخدها على سطح العمل يعني فوق طاولة فوق كرسي باش تكونوا مرتاحين ان شاء الله يعني عاد نخدموها باش الإنسان يكون مرتاح ويخدم بها الحواج كان بسطها بهالطريقة هذي كان فوتها في الماكينة كان فوتنا الماكينة عندي كان فوت في الربعة من بعد كان فوت في النمرة ما قبل الأخيرة وكل واحده ماكينته وحتى لما كانتش عندكم الماكينة عادي يديرو بالسطوب هذا بالدلك وخدمو غير حتيبا سطح العمل أما هاد الآلة اللي بنسباك بنت لكم دبارها آلة رائعة يعني صراحة من اللي خرجت وانا كان استعملها كتعطاني واحد ميني شبكية ممتازة وكتسهل علي الخدمة بحل شي واحد كيعاوني في شبكية يعني صراحة ما كان ضلش نبرزة راسي بهذاك يعني بهذاك الجرار كيف ما كتشوفه ما كان استعمل جقع الجرار نيائيين وكيف ما كتلاحظوا معايا راه كان ضغط عليها باش يتحلوا لي هذوك الفتحات صراحة حل واحد كيقولك كان شريها وما كتصدق ليش لا غير ضغطوا كما كتشاهدوا هوا بلا جرار الفتاحي كامل كيتحلوا معايا كان دوزو التشباك دابا يعني عندي اربعة متاع الفتحات شوف الى ما عندك كيش جرار هاد الالة ديري بجرار حسبي واحد زوج ثلاثة الربعة الخمسة قطعي وخدمي بهذا الطريقة هذي اللي كان عطيك كانت كان حطوه شاريت ثاني الشاريت الاخير ومبعد غدي بقنادك شاريت اللول نولي وردوه فوق الاخرين مبعد كان قبضو القناد كان نضغطو عليهم مزيان كانت تعطلنا واحد الحفرة كان نخشيو فيها الاصبوع من ساعنا وكان ندخلو في الوسط بهذا الطريقة هذي كان بقى نحل هذي نحطوها على سطح العامل ونخدمها على خاطري ثم نصيبها نحلها مزيان ومبعد نضغط على الجوانيب مزيان بهذا الشكل هذة ونقطع بالموس بسكين الى شي زائد على النفف من قطبها يعني انقادوه غير بالعقل كتعطلنا هذ الشكل رائع كتجيبها الشكل وريضة في الوسط انتمنى تكون واضحة لكم ان شاء الله هالطريقة رها عندي معتمادة يعني صراحة غير انتمنى تجربوها انتما فاش تجربو قاع قبل قاع ما تفكروا تديرو الشبكية ان شاء الله فاشك تكونوا ديرو سوشون ولا كديرو شي عجينة يعني ديرو واحد طريف صغير وصايبوه دلكوه وشرطوه شو دربو فيه كما انا هكي كدرت انا كنت سيفاش نعجل الخفز ولا سوشون ولا كنت درب فيه نعود معكم شوف عندنا ربعان تعلق الشريطة كنحطوه الثاني الاخير كما كتلاحظو كيبقى داك الول بحال يجيكم خارج هذي تردي تقلبيه هاكا بهالطريقة هادا هذي تردي تقلبيه كي يعطينا كيجي بحال شكل مستطيل كاملة العجنة كيجي بحال شكل مستطيل طويلة كتعطي الفتحة في الوسط كنقاو قابضين القنات ذاك القنات اللي رضيناهم هاكا كنضغطوه مزيلا كان نحشيو الأصبوع انتاعنا فهذيك الحفرة بحال يكتعطينا شكل الحفرة وكان ندخل صبعي فهذيك الفتحة ونقلب كل شي ونبقى نحل بصبي بصباع ديالي كنفتحها مزيلا حتى نبين هذيك الشكل اللي راني باغيه نبينو هكا بهالطريقة نصاوبو غيب العقل ونضغطو مزيلا مزيلا كيما علاش نسحتكم على اللي يدو تقيله لتشبك ما يكترش الخمارة يدير غير راسم غير فوح حتى لما غير جديد قاعو عرصي راسك غادي تقالي فيها ما تديريها شقا بهاد الشكل هذا ها بهاد الشكل يعني كيخرج واحد الشكل زوين ورائع وفي القلية نرامكة تحل ما حتى حتى شي حاجة انا خليت لكم شي هكا هد الطرق انت عتشبك ما بغيت لا نصر حملا والو لانا اني نجربة انا فاش كنت نبغي نتعلم ضروري ما كنت نبحث على طرق لي جيني واضحة ونتمنى مالله نكون وضحت لكم ولو قليل يعني وبينت لكم ان شاء الله نكون فتكم بإذن الله بهاد الشكل كان احطو على سطح العمل وكان وليو نحلو غير غير ركزو راه ان شاء الله جيكم ساهلا غير ركزو ان شاء الله غادي يعني الناس قد قول كان بغيو شبكيه وهدك شبك ديالها كي يجينا صعيب هرات حاجة مصعيبة الى بغينا احنا نتعلمولها كان بقى مصطة مرة في هات الشكل هذا حتى نسالي كامل هاد العجنان التاعي ونخليه حتى العجنان تعيتي بس العجين نحس بديك العجنان تعي بسات عاد نقدره نقلي ويعني تنشف هديك العجين خصها تنشف معانا باش تجينا القليان سهلا ما تحلناش في القليان انتمنى تلاحظو مزيان بهات الشكل هاد شكل هكا كان حسبو وكان قلبو تاني على الاخير وكان نرجعو كان قلبو وكان نحاول شو كتاعتناش كل بحال مستطيل شفتو هكا بحال هكا وكان جيني واحد فتيحة في الوسطرها سهلا سهلا زعمال طريقة ان شاء الله يعني ان شاء الله تجربوها وكان نقبضو الجوانب ونضغطوه مزيان 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 باش ما تحناش في القليان وكان نخشي الاصبوع ونقلب كل شي في هداك الوسط ذاك الوسط اللي خلينا دوك الشرائط اللي جبناه في الوسط وكان نضغط ونفتح بالاصبوع نتاعي كان نبين الورضة نتاعي مزيان وكان نزيل الى شي جو يعني جناب جو بزاف كان نقطع بشي سيكين وكان استمر معاكم حتى نسالي ان شاء الله كل شي هاد العجنة هدي راح غير هاد الحواج وشتهوه كيبغيو الصبر راكي يعني الحلويات لقاطو كيف ما كان هاد الحواجي كان خدموه محبة محبة كيبغيو الخاطر ويبغيو انك تخدمي وانتي مرتاحة داروري باش تعطي واحد النتيجة اللي تكوني راضي عليها وفرحانة بها ان شاء الله كان استمر حتى نسالي كامل هاد الشي ان شاء الله ودبا كيف ما كتشوفو هاني سليس كامل العجنة ديالي وغادي نتوجه القليان اللي نصحكم بفي القليان انه ضروري ما تكون زيت سخونة وسخونة مزيان غي انفوة تحطو فيها شبكيان تاكم تنقصو على العافية على نار مهيلة ضروري ما تطيب على نار مهيلة الى طابة مجهدة غادي تخطف وغادي تحرق لينا وما احنا ما بغينش بحال هاكيك احنا بغينها تطيب على خطرها حتى يرجع لونها الذهبي ما نزيدو لهاش كتر من هاد اللون اللي كتشوفو فيه حيث مازال غادي تقبض فوق هالعسل غادي تزيد تحمار لنا ان شاء الله ومن بعد كنعسل بوحت طريقة اللي ضروري ما تتعسل مزيان يعني ما نحطوش شبكيان دينا في العسل ونخطفوها لا خسنا نخليوها نعطيوها وقتها يعني انا كنديرها فكي ما كتشوفو كنزيد كن عمر فوقها العسل يعني باش تشرب مزيان يعني باش تبقى قبض علي هالعسل حتى الى اوصى وبتي هالشي واحد يعني يقبض بها الطريق الصفار ثلث ايام اربع ايام ما يوقع لها حتى شي حاجة كتبقى كيف مخلتها ما تنشف لنا شو من العسل شحال ما تعسلات مزيان ما تنشف شو من العسل ونكرر خس العسل تكون تقيلة العسل اني دار لكم الوصفة ديالها وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله يعني نخليوها تشرب مزيان يعني مين تعسلوها حتى المقمين ترميو المقلة الزوجة حتى تقرب طب مقلة الزوجة عاد تقطرو المقلة اللولة كان نصحكم ضروري بها الطريقة هادي ومبعد كان نحمر شوية زنجلان وكان نرجح فوقها وهي كان تقطر هذه النتيجة نهائية نتمنى يعني تجربوها راشي حاجة اللي بسيطة إلا كنت تعشقي الشباكية غادي تديري محاولات باش تنجح معاك وما تخليوش تشباك عائق نتمنى تزعمو عليها وتجربوها راها بهذه المقوينة تعتدكم راها غادي تجي واحد شباكية لديدة بزاف بزاف وحنا مقبيلين على الشهر الفاضيل يعني نتمنى نتمنى تكونوا يعني استمتعتوا معايا بهذه الفيديو ونتمنى تجربو الوصفة وان شاء الله تجربوها وتردو عليها الخبار اراك ادي شباكية معلكة شاربة العسل يعني غير زعمو وجربوها انتمنى يعجبكم الفيديو وان شاء الله مازال نقدم لكم طرق يعني ان شاء الله على ابواب شهر رمضان الفاضيل غادي نقدم لكم طرق بسيطة لتعشق شباكية ما تخليش تشباك يعني كلها وحل العاحة والراحة ونخليكم ان شاء الله في احسن الاحوال وعوشر مبروكة ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة